موسيقى السلام عليكم اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من كشك الصحافة حيث نبدأ من الخبر المؤلم الذي تلقاه العاملون في الاعلام فبعد ايام من الكشف عن اتقال صحفي في صنعاء واصابة المصور وائل العبس اعلن عن مقتل مصور صحفي في انفجار عمارة لغمتها ميليشيات الحوثي وصالح في تعز ووفق المصدر اونلاين فقد قتل المصور الصحفي اواب الزبيري في انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي وصالح في احدى العمارات السكنية بتاعز وبحسب مصادر ميدانية فقد زرعت ميليشيات الحوثي وصالح الغاما وعبوات ناسفة في الممرات والبنايات قبل انسحابها من الاحياء التي سيطر عليها رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال اليومين الماضيين شرق المدينة ويتابع الموقع يعمل اواب الزبيري مصورا لدى شبكة تعز الاخبارية التي تغطي المواجهات في تعز وتنشر اخبارها على صفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي استمرارا لعمليات نهب الاراضي وتغيير مخططات جوارع مدينة اب من قبل ميليشيا الحوثي يعنون موقع الموقع بوست حول هذا الموضوع الكشف عن تورط قيادات حوثية في نهب جبل بكامل مساحته في محافظة اب وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع بمحافظة اب عن اكبر عملية نهب للاراضي في المحافظة تورطت فيها قيادات في ميليشيا الحوثي وبحسب تقارير حقوقية فقد تسابقت قيادات الميليشيا على نهب اكبر قدر من الاراضي بالمحافظة وخصوصا في عاصمتها ومحيطها حيث اكدت المصادر انه يجري التحقيق بخصوص قيام عدد من قيادات الميليشيا في المحافظة بنهب جبل بالكامل في منطقة المحمول جنوب مدينة اب والاكثر خصوبة في المحافظة الزراعية والمحافظة اب ايضا عنوان موقع الاشتراك نت وفات خمسة مواطنين غارقا بداخل بئر للمياه في اب ويقول الموقع في التفاصيل لقي اربعة مواطنين من اسرة واحدة حتفهم غارقا بمديرية بعدان في محافظة اب الاشتراك نت ونقلا عن سكان محليين قال ان المواطن قائد محمد قائد واثنين من اولاده اضافة الى الشابين محمد عبدالسلام يحيى ومحمد غانم ماتوا غرقا بداخل بئر للمياه بقرية المريم في بعدان وما تزال ظروف واسباب الوفاة غامضة تظهر ايران سعادتها وترحيبها بخارطة الطريق الاممية في اليمن وما بات يعرف باعلان كيري او اتفاق مسقط مع الحثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق فهي على يقين بان هذا الوضع سيكون مناسبا للغاية من اجل تجذر مشروعها وهيمنتها على دول شبه الجزيرة العربية هكذا افتتح عدنان هاشم بقاله المنشور في يمن مونيتور وقال في اجزاء منه ولم تكن ايران وحليفها من الحثيين والصالح يحلمون باكثر من ذلك في اليمن فتبدل الاعتقاد بان المشاورات لن تحقق الا العالمية للحثيين والاعتراف الدولي بهم الى كونه يحقق الرؤية الايرانية اضافة الى ان اعلان كيري بجلوسه مع ممثلين لجماعة تبقي امريكيين كرهائن لديها لم يحدث حتى مع ازمة الرهائن في طهران بعد الثورة يمثل اعترافا كبيرا ومثمرا في الطريق الصحيح بكونهم سلطة واقعة فالادارة الامريكية المنتهية ولايتها حققت لهم ما لم تحققه ادارة امريكية سابقة ومع استمرار قراءة توجهات الادارة الامريكية الجديدة فلا تتكهن ايران بان تحقق حتى 10% مما حققه جون كيري طوال سنوات مضت تحت ادارة اوباما لذلك تظهر ايران وحلفاؤها بمظهر الامتنان لهذا الدور يبدو ان ما تريده ايران تحقق في خارطة الطريق فبمقارنتها باطر الرؤية الايرانية نجد ان تلك الاطر التي تتدخل ايران من خلالها ومن اجلها في اليمن منذ ما قبل اجتياح العاصمة صنعاء ستمبر ايلول 2014 قد حققتها الخارطة بشكل جيد وبرؤية عالمية لمشروعها القبول بالخارطة هو اعلان خسارة مبكرة امام المشروع الايراني وليست خسارة لليمن ودخولها في المحفل الايراني بل اسقاط مبكر للانظمة الخليجية من داخلها وجود حركة مسلحة ومسيطرة على دولة مجاورة تسبب الكثير من المشاكل في حالة استقرارها بسبب الكثافة السكانية والاوضاع الاقتصادية السيئة فما بالكم بوجود ميليشيا اهلكة الحرثة والنسل موقع عدن الغد عنوان في صفحته الرئيسية لجنة التحقيق اليمنية تعاين ميدانيا منزلا دمرته الميليشيات وقضت على جميع سكانه ويقول الموقع ان اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الانسان وصلت ولليوم الثاني على التوالي عمليات التحقيق في جرائم الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوث والصالح الانقلابية بحق المدنيين والمنشآت الحكومية والتعليمية بمحافظة الضالع وقام اعضاء اللجنة ومساعدوهم بالنزول الميداني الى مدرسة الوبح التي طالها تدمير كلي بفعل القصف الصاروخي الذي تعرضت له اثناء الحرب كما زارت اللجنة منطقة زبيد وحققوا في وقائع انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت هناك اثناء الحرب ومنها تدمير منزل بقذيفة قضت على جميع افراد الاسرة وعاين اعضاء اللجنة مدى الخراب والدمار الذي لحق بالمدرسة التي يرتادها اكثر من خمسمائة طالب وطالبة بات اليوم يتلقون تعليمهم في العراء وداخل مخيمات نصبت بجوار حطام مدرستهم المدمرة موقع يمن مونيتور تابع احد الموضوعات المتعلقة بالجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وعنوان الموقع تحركات لتصنيف الحوثيين جماعة ارهابية ويقول الموقع يجري المركز العربي لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب اشا تحضيراته لتقديم عريضة تصل الى نحو 20 مليون شخص لتصنيف جماعة الحوثي جماعة ارهابية شعبية وبحسب بيان له فإن الانتهاكات التي تمارس في اليمن ترقى الى جرائم حرب ضد الانسانية وتعبث بالنسيج الاجتماعي اليمني وجاء في بيان اشا اثر قيام الجماعة بعدد كبير من الانتهاكات خلال الفترة الماضية وصلت الى عشرات الالاف واعتقالات تعسفية وتعذيب وتمييز عنصري وقتل وسلب ونهب وابان المركز ان جماعة الحوثي احالت واقع الشعب اليمني الى مأساوي نتيجة لما تقوم به هذه الجماعة من تدمير وترويع للامنين والمدنيين في اليمن بطريقة بشعة اوصلت البلاد الى حافة الهاوية كيري يعتذر فمتى ستعتذرون تحت هذا العنوان كتب خالد الرويشان ما يليه هل اسمعتم كيري صرخة الموت كان بالفعل سيموت سيموت من الضحك الموت لامريكا الملايون الجائعة الجاهلة شاربة المقلب في كل مسجد في كل شارع في كل ناصية في كل بقالة لكنها في داخلها كانت تسخر من هتاف الموت ذاك الهتاف الاجباري الهتاف المسرحي الممل تهتفون في المساجد الموت لامريكا وتصافحون امريكا فرحين بالاحضان والقبولات والاتفاقات انتم مدينون باعتذار كبير لبيوت الله اولا وللشعب اليمني ثانيا مدينون بعدد منصقاتكم وصرخاتكم في الواقع مدينون ومدانون باشياء كثيرة بالرواتب والدماء والدمار وتمزيق البلاد والشعب تفرحون بتلويحة من كيري مجرد تلويحة كذبة وأسكرتكم جاهزون لأي صفقة حتى مع الشيطان إلا أن تكون مع الشعب اليمني كيري ما زال يضحك يكركر ويكركر إذن موقع المشاهد نت عنوان في صفحته الرئيسية الحوثيون يفرضون نقاطا في شوارع العاصمة لقمع المحتجين وقال الموقع أن جماعة الحوثي نشرت أفرادا يرتدون البزة العسكرية التابعة للأمن الخاص وآخرين يرتدون البزة العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة في مختلف شوارع العاصمة صنعاء وتفرض الجماعة نقاط تفتيش جديدة على غير العادة منذ مساء الجمعة ويقول أحد أفراد نقاط التفتيش في شارع تاعز بالعاصمة صنعاء للمشاهد نحن من منتسوي الشرطة ومهمتنا الحفاظ على الأمن والاستقرار ووصلتنا الأوامر بالنزول إلى الميدان لمنع أي تحركات للدواعش الذين يعتزمون القيامة بمظاهرة ويقول مراقبون للمشاهد إن هذه التحركات الأمنية تأتي في سياق عزم جماعة الحوثي على قمع أي مظاهرات واحتجاجات يقوم بها موظف الدولة للمطالبة برواتبهم حيث تعمل جماعة الحوثي التي تسيطر على المؤسسات الأمنية والعسكرية ومختلف مؤسسات الدولة وفقا للموقع على تعبئة أنصارها بأن من يطالب بالراتب داعشي ويسعى إلى الخراب وذلك من أجل ضمان استخدام العنف تجاه المحتجين سلميا إلى جانب إثارة المخاوف بين الناس وبما يمنعهم من الخروج إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد والبداية من الهدنة الجديدة المعلنة من قبل قوات التحالف حيث عنوانت صحيفة العرب الجديد التحالف يعلن هدنة في اليمن ليومين اعتبارا من ظهر السبت حيث أعلنت قيادة قوات التحالف بدأ وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم السبت ولمدة ثمان واربعين ساعة تتمدد تلقائيا في حال التزام الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع بهذه الهدنة وبحسب الصحيفة فقد أكدت تحالف ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفي مقدمتها مدينة تعز ورفع الحصار عنها وحضور ممثلية طرف الإنقلابي في لجنة التهدئة وابلغ الرئيس هادي العاهلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرار الهدنة عبر رسالة جاء فيها تجاوبا مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن وبدل الجهد لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ستلتزم قوات التحالف بوقف إطلاق النار وأشرت الرسالة بحسب العرب الجديد إلى أنه في حال حدوث أي تحركات عسكرية خارقة للهدنة سوف يتم التصدي لها من قبل قوات التحالف مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري والاستطلاع الجوي لأي تحركات لميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها صحيفة الخليج الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها أطباء بلا حدود 21 قتيلا في تعز بينهم أحد أفراد المنظمة حيث أعلنت منظمة أطباء بلا حدود مقتلى 21 شخصا من بينهم أحد أفراد المنظمة جراء اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة تعز وقالت المنظمة في بيان لها إنه في اليوم الأول من وقف إطلاق النار استقبلت المنشآت المدارة والمدعومة من قبل أطباء بلا حدود على جبهتي النزاع في تعز حوالي 100 جريح حرب بعد الاشتباكات العنيفة توفي منهم 21 شخصا عند وصولهم إلى المستشفى ووفقا للبيان فقد قتل أحد أفراد المنظمة خارج مناوبته اليومية والذي يعمل كحارس في مركز الحوبان شرق المدينة إثر انفجار في السوق المحلي ومن صحيفة الاتحاد الإماراتية نقرأ الجيش يشكل حزاما أمنيا لحماية حضرموت من الإرهاب قوات الجيش في محافظة حضرموت أعلنت عن تشكيل حزام أمني لتأمين ساحل المحافظة من تنظيمي القاعدة وداعش بمساندة قبائل محيط حضرموت وأوضح قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني أن الحزام سيكلف بالتصدي لأي محاولة توغل لعناصر الإرهاب التي تستغل المناطق النائية للتواجد والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية وأضاف التنسيق مستمر من قبل قوات النخبة والقبائل لتشكيل الحزام والبدء بتنفيذ خطة لتأمين حضرموت من التنظيمات الإرهابية لا أحد يستطيع أن يفهم على أي أساس بنت الإدارة الأمريكية بشخص وزير خارجيتها جون كيري اعتقادها أن الاتفاق الذي أنجسته مؤخرا لحل الأزمة اليمنية قد يصل إلى أي مكان أبعد من العاصمة العمانية مسقط التي أنجز فيها ولا أحد أيضا يعرف لماذا اختص كيري اليمن بهذا الاجتهاد والإسراع في سلق الاتفاقات وترتيبها بينما المنطقة العربية تشتعل بأكملها هكذا بدأت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها معلقة حول جهود وزير الخارجية الأمريكي وقالت الصحيفة في عجلته الكاذبة تجاهل كيري أهم ركن من أركاني نجاح أي اتفاق يخص اليمن وهو التفاوض مع الحكومة الشرعية للبلاد ممثلة برئيسها عبد الرب منصور هادي وحكومتها ووزير خارجيتها عبد الملك المخلافي الذي صرح أنه لم يتم إعلام حكومته بذلك الاتفاق وبالتالي فإنما جار في مسقط لا يعنيها الأغرب من ذلك أن الأمم المتحدة التي كان مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في صلب كل المفاوضات الجارية لحل الأزمة اليمنية لم يكن لها دور كبير في الاتفاق وتفاصيله وقد غاب ولد الشيخ عن مشاورات مسقط وفي ذلك ما فيه من إشارات إلى أسسغار الولايات المتحدة الأمريكية للأمم المتحدة التي سارع مبعوثها بعد يوم من تجاهله البليغ في دلالاته مرغما على إعلان مباركة الاتفاق وزادت تسريبات حول موقف كيري أثناء المفاوضات في مسقط الطين بلة حين بيّنت أن المطلوب من التسريع في إنجازه وإقناع الحوثيين به على خلفية المحافظة على مصالح إيران في المنطقة التي قد تهددها حكومة الرئيس الجديد المنتخب دونالد ترامب رغم موقف الحكومة الشرعية المعلن الرافض لتجاهلها من الجامعة العربية رحبت بالإعلان عن الاتفاق وبوقف إطلاق النار في اليمن وكان استمرار المعارك بلاغا فصيحا عن الأطراف كافة بمن فيها الحوثيون الذين طبخ الاتفاق على عجل لمصلحتهم عن فشل الدبلوماسية الأمريكية وعن سخفي ترحيب الجامعة العربية وعن هذا اللامعقول الجاري في العالم قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن هناك تزايدا في المخاوف حول مصير 16 صحفيا يمنيا معتقلين في صنعاء وقالت الصحيفة هذا العام اختطف صحفي في اليمن قبل أكثر من شهر ولم يسمع عنه شيء منذ ذلك الحين حيث وصلت مجموعة تابعة للميليشيا إلى منزل يوسف عجلان في العاصمة صنعاء في الثالث عشر من أكتوبر واقتادوه بعيدا وتخشى أسرته على سلامته وبحسب زملائه الذين يخشون على مصيره فقد اختطف الصحفي عجلان لفترة وجيزة في عام 2015 حيث كان يغطي الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن وعمليات القصف التي تنفذها الطائرات بدون طيار ومعتقل جوانتنامو اليمنيين ولم يعد يعمل لدى الموقع الإخباري منذ ذلك الحين تتابع الصحيفة البريطانية مع اختفاء عجلان يرتفع عدد الصحفيين المختطفين في اليمن إلى ستة عشر هذا العام وفقا لما أوردته نقابة الصحفيين اليمنيين تقول الصحيفة إن قمع حرية الصحافة يحدث وسط مؤشرات نادرة لاتفاق سلام تحت رعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صحيفة الحياة اللندنية تابعت الجهود الدبلوماسية لإحياء المفاوضات وقالت الصحيفة إن الأمم المتحدة أكدت أنها تعمل مع السعودية لمحاولة إقناع الحكومة اليمنية بالعودة إلى مفاوضات السلام بعد رفضها خطة تولت واشنطن الوساطة فيها وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون في مؤتمر صحفي بجنيف نحن نعمل عن كثب مع السعودية وغيرها من دول المنطقة القادرة على التأثير في أطراف الصراع وأضاف اكتشفنا وجود وجهة نظر قوية وهي أنه يجب أن تنتهي هذه الحرب لكن علينا أن نعيدهم إلى طاولة المفاوضات لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لذلك ومن الأخبار الأكثر تداولاً في صحيفة القدس العربي نقرأ لكم هذا العنوان اسم عائلي عربي ضمن الأكثر شيوعاً في إنجلترا تقول الصحيفة دراسة بريطانية استمرت أربع سنوات كشفت أن الإسم العربي فرح من بين أكثر الأسماء العائلية شيوعاً في إنجلترا وإيرلندا تضيف الصحيفة أن الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة ويست أوف إنجلند في مدينة بريستول رتبت أكثر من 45 ألفاً من الأسماء العائلية الأكثر انتشاراً جاء الإسم العائلي فرح في قائمة ضمت ثمانية آلاف من الأسماء الأكثر شعبية وحسب ترتيب للأسماء صادر عن المكتب الوطني للإحصاءات البريطانية مطلع سبتمبر الماضي فإن إسم محمد تصدر قائمة أسماء الذكور في المملكة المتحدة السنة الماضية وأظهر الإحصاء أن 7361 من الذكور المولودين سنة 2015 منحوا إسم محمد لكن هذا الإسم يكتب بـ 12 طريقة مختلفة في البلاد المتآمرون الحوثيون وأنصار المخلوع الصالح لا يجمعهم سوى الولع بالسلطة ونهب ثروات البلاد ولا يهمهم معاناة الشعب اليمني الذي باتت مأساته تؤلم المجتمع الدولي هذا ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها ولأنهم متأمرون على شعبهم ووطنهم فإنهم لن يكونوا أبداً بمنأاً عن الخلافات والصراعات بينهم وهذا ما كان يدور في الخفاء ثم ظهر للعلن وقد كشفت مصادر عن مخطط إيراني يهدف لتطويق وتضيق الخناق على المناطق الخاضعة للمخلوع وتجنيد جنود من الموالين للمخلوع وتحويلهم إلى مرتزقة ينضمونها للميليشيات الحوثي التي خسرت الكثير من أفرادها في المعرك كما تفيد التقارير بعداد الحوثيين لخطة عسكرية على الطريقة الإيرانية في حال تمت مواجهتهم مع أنصار المخلوع صالح في صنعاه لقد اجتمعوا منذ البداية على الباطل ونهبوا البلاد وخربوها وماطلوا كثيراً هرباً من الحل السلمي حتى يزيدوا من نهبهم وذهبوا يرتكبون جرائم جديدة بحق الإنسانية فمن القتل والقصف العشوائي وزراعة الألغام والتهجير في مناطق القتال الساخنة إلى القمع والاعتقال والخطف والتجويع والسرقة في المناطق التي تخضع لسيطرة هؤلاء المتمردين فضلاً عن انتهاك حقوق الطفولة من خلال عمليات تجنيد الأطفال للقتال وهاهم يتصارعون على سلطة لا حق لهم فيها صور مؤلمة للنازحين من الموصل في العراق نشرتها صحيفة العرب الجديد تظهر الفزع في عيون الأهالي وخوفهم من كل ما يحيطهم نتابع الصور ترجمة نانسي قنقر إذن بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة